ومعذرة أنا سأترجم الأسلة باللغة العمية إلى اللغة العربية لأننا نبغي أن نتعود أن يكون حديثنا وسماعنا باللغة العربية أكثر من حديثنا وسماعنا باللغة العمية لنبغي أن نميز لغة العلم والدعوة عن لغة السوق يعني الذين يبيعون على العربية الكر والذين يفترشون الشوارع لبيع البطاطا والطماطم أي ذلك محترامنا للجميع لابد أن يكون خطابنا متميزا عن ذلك الخطاب لسيما أن القرآن بلسان عربي مبين ورسولنا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واللغة العربية اللغة سهلة بسيطة اللغة سهلة بسيطة يعني نحاول أن نجتهد في ذلك الأمر وأقص عليكم قصة ضريفة كنت في سفرة في خارج مصر فكان صديقي الذي معي يتكلم باللهجة العمية يعني مثلا يقول بص شوف مش كده طيب الناس اللي هم الآخرين عاجم دول بص 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 ديت مش يعني ايه معناها بنا نقول بص انظر مش كده أليس كذلك يعني لما قول مش كده مش 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 كده أيه أحسن مش كده ولا أليس كذلك فاللغة العربية سهلة وجميلة وبسيطة لكن هناك بعض الناس بيحاولوا أنهم يصرفوا الناس عن السماء العربية المهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر